اشتركوا في القناة طول هذه المخلوقات التي تعيش في الماء هو واحد مليمتر فقط لكن في هذه الحالة الحجم لا يهم لأن هذه المخلوقات لا يمكنها البقاء في الأعماق الباردة للبحر وحسب ولكن أيضا حتى في الفضاء الخارجية عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة يدخل باطئ الخطو في حالة التجميد التي يتباطأ فيها الأيض إلى حد يجعلهم يتوقفون عن إظهار علامات الحياة في عام 2016 تمكن فريق من العلماء اليابانيين من إعادة اثنين من حيوانات بطيء الخطو إلى الحياة والتي كانت في مثل هذه الحالة المتجمدة لأكثر من ثلاثين عاما توفي أحدهما في وقت لاحق ولكن الثاني لم يعد للحياة فقط ولكن كان قادرا على التزاوج مع أقرانه وقادرا على التناسل هذا يثبت أنه حتى بعد فترة طويلة من البقاء في حالة التجميد الحيوي يمكن لهذه المخلوقات أن تعطي نسلا على الرغم من بعض الضرر في هيكل حمضها النووي الديدان الأسطوانية وهي ديدان صغيرة يصل طولها إلى حوالي واحد مليمتر وهي قادرة على التكيف تماما مع أي ظروف بيئية وقادرة على العيش سواء في درجات حرارة عالية أو منخفضة تعتبر الديدان الأسطوانية أعمق الكائنات الحية متعددة الخلايا على الكوكب وبعض أفرادها يمكن أن يعيش حتى في أمعاء الرخويات في عام 2018 درس العلماء الثلاثمائة عينة من الجليد الدائم في سيبيريا وجدوا في اثنين منهم هذه الديدان واتضح أنهم أمضوا في الجليد حوالي اثنين وثلاثين ألف عام بعد أن سخنت التربة عادت هذه الديدان بأعجوبة إلى الحياة في المختبر بدأوا يظهرون علامات الحياة مثل الحركة والأكل وكانت هذه أول حالة تجميد طبيعي استمرت لفترة طويلة وبهذه الطريقة سجلت الديدان الأسطوانية رقما قياسيا لأطول حالة تجمد بين جميع الكائنات الحية على الكوكب السلاحف المزركشة ممثل العديد من أنواع السلاحف غير قادرين على تحمل الصقيع الشديدة وبالتالي يموتون في الهواء الطلق في درجات حرارة تحت الصفر لكن ليس السلاحف المزركشة هذه المخلوقات تعيش في البرك والأنهار الهادية في أمريكا الشمالية لذلك يجب أن يكون على استعداد لحقيقة أن عاجلا أو آجلا درجة الحرارة سوف تنخفض إلى ما دون الصفر وسوف تكون تحت الطبقة سميكة من الجليد لكن لحسن الحظ لدى هذه السلاحف بعض الخدع في جعبتها تساعدها على البقاء على قيد الحياة عادة ما تولد السلاحف الصغيرة في الخريف وبعد الولادة يتم دفنها فورا في أعشاش تحت الأرض من أجل السبات وهم قادرون على تجميد فائق ذلك لتخفيض درجة حرارة الجسم تحت صفر درجة دون تحول سوائل الجسم إلى ثلج درجة حرارة سوائل الجسم الاستلاحف الصغيرة تبقى عند درجة حرارة سالب 2 لمدة ثلاثة أيام وفي مثل هذه الظروف يمكنهم تحمل درجة حرارة أقل لفترة أطول بكثير حتى في فصل الشتاء وليس في أفضل الظروف على سبيل المثال في التربة الرطبة والسلاحف الملونة قادرة على العودة بسرعة إلى الحياة بعد التجمد التام أثناء السبات تماما في فصل الشتاء في الماء تمتص السلاحف المزركشة الأكسوجين عبر الجلد والفم وبالتالي يمكنها البقاء على قيد الحياة لعدة أشهر في البرك ذات المحتوى المنخفض من الأكسوجين في هذا الوقت معدل الأيض يبتؤ بنسبة 99% لذا لا يحتاجون الغذاء ولا الكثير من الأكسوجين هم ببساطة يتجمدون ويظهرون الموت وخلال هذا السبات يمتصون المواد الغذائية من قواقعهم وعظامهم الإيجوانا نحن عادة نربط الإيجوانا بالمناخ الدافئ لكن كونها حيوانا بدم بارد يمكنها أيضا أن تتواجد بشكل جيد في المناخ البارد عندما تنخفض درجة الحرارة المحيطة إلى سالب 40 درجة مئوية تتجمد وتصبح بلا حراك لدرجة أنها لو كانت موجودة في تلك اللحظة على فرع شجرة يمكن أن تسقط وتموت بسبب السقوط وعندما تعود درجات الحرارة إلى وضعها الطبيعي يذوب التجمد عن الإيجوانا وتعود إلى الحياة بشكل طبيعي وبعد هذه الصحوة تكون الإيجوانا سريعة الانفعال والغضب لذا في تلك اللحظة من الأفضل عدم لمسها القاطور تعيش هذه الزوحف في مياه الأنهار والبحيرات في الولايات المتحدة الأمريكية والصين ولكن في بعض الأحيان يخرجون على اليابسة للحصول على بعض الهواء لكن عندما تنخفض درجة الحرارة وتغطى الانهار بالجليد لا يمكن للقواطير أن تصعد على اليابسة لتتنفس بعض الهواء النقي ومع ذلك بالنسبة لهم هذا ليس مشكلة قبل فصل الشتاء تغمر نفسها في المياه وتترك جزءا من الرأس على السطح بحيث يجمد الجليد حول أنفهم لتزود نفسها بالأكسوجين لعدة أشهر من الشتاء إذا كنت تعيش على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين فمن المرجح أن الشتاء يمكنك أن ترى فيه وجوه القواطير تتدفق من أي بحيرة أو نهر متجمدة بالطبع هذا الوضع لا يمكن للقاطور أن يتحرك لذا عليه الانتظار حتى يذوب الجليد تماما على أي حال كونها حيوانات بردة الدم يمكنها من تحمل الشتاء حتى في مثل هذا الوضع غير المريح جدا سنجاب الأرض الأمريكية تعيش سنجاب الأرضية الأمريكية على المنحدرات وعلى ضفاف الأنهار وفي التاندرا في ألسكا في أمريكا الشمالية وسيبريا بسبب هذه الظروف الجوية القاسية تمتلك هذه الحيوانات القدرة على السبات قبل كل شتاء يحفرون جحورا عميقة حيث سينمون حوالي ثمانية أشهر خلال هذه الفترة تنخفض درجة حرارة أجسادهم إلى عشر درجات مئوية علاوة على ذلك أثناء السبات يتباطأ عمل أعضاء هذه السناجب لدرجة أنه يبدو كما لو أنهم ماتوا خلال فترة البرودة السوائل الجسدية لهذه السناجب تصبح باردة بشكل مفرط وبسبب ما لا يموتون في درجات حرارة دون الصفر بعد يوم أو يومين فقط من خروج السناجب الأرضية من السبات تعود إلى الحياة الطبيعية ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل السناجب الأرضية الأمريكية يمكنها السبات والبقاء على قيد الحياة لكن بعضهم يموت العث الأحمر المسطح العث الأحمر المسطح يعيش في مناطق القطب الشمالي من ألسكا وكندا لفترة طويلة كان يعتقد العلماء أنه قبل بداية الشتاء يفقد أربعين في المائة من السوائل ثم ينتج ويملئ جسده ببروتين مضاد للتجمد وجيل سيرول لذا دماؤه لا يمكن أن تتبلور وبالتالي هم لا يتجمدون إلا أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن يراقات هذا القراد يمكنها البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة جدا بسبب عملية تسمى التزجيج خلال هذه العملية يتحول السائل الجسماني إلى مادة لزجة شبيهة بالزجاج تمنع العث من التجمد لهذا كان يعتقد أنه يملأ جسده ببروتين مضاد للتجمد والجيل سيرول ويمكنها تحمل سالب عشرين درجة مئوية لكن بعد التزجيج يمكن للعث الأحمر تحمل درجات حرارة تصل إلى سالب مائة وخمسين درجة مئوية ذلك يمكنها من أن تعيش بسهولة حتى في القارة القطبية الجنوبية سمك الشبوت الذهبي كل عام بعد تجمد الكثير من البحيرات يقع المحاصرون من أسماك الشبوت الذهبي في فخ مصيادة جليدية لعدة أشهر ويبدو أنه بعد ذوبان الجليد تعود أسماك الشبوت للحياة بشكل طبيعي لكن كل شيء ليس بهذه البساطة في فصل الشتاء يبقى سمك الشبوت على قيل الحياة بسبب عملية تحلل الجلوكوز التي تحاول احتياطيات الجليكوجين في أجسامهم إلى إيثانول بعد ذلك هذا الشبوت يمكن أن يعيش من دون أكسجين لفترات طويلة ومع ذلك يواجه وقتا عصيبا مع السبات الذي تعاني منه أدمغتهم بشكل كبير ولكي نكون أكثر دقة وقت التجمد في أدمغتهم لا يحدث معه شيء مهم ومع ذلك بعد ذوبان الأنهار والبحيرات ويمتلئ بالأكسجين فإن الشبوت يبدو في الموت بسرعة خلايا الدماغ لكن الشبوت يمكنه بسرعة إنتاج خلايا جديدة وإصلاح المناطق المتضررة من الدماغ في غضون فترة قصيرة بعد السبات الظلاميات يعيشون في المناطق القطبية في ألسكا وكندا وسيبيريا وهي أكبر من القراد الأحمر المسطح ولا يملؤون أجسادهم ببروتينات مضادة لتجمد خاصة للبقاء على قيد الحياة في الشتاء بدلا من ذلك فإنها تنتج مادة مضادة للتجمد تحتوي على السكرة والتي تعلق على خارج غشاء الخلية وتمنع تشكيل الجليد داخل الخلايا ونتيجة لذلك يمكن للخنفساء الظلامية أن تتحمل درجة حرارة سالب 60 درجة مئوية دون أن تتجمد اليراقات المشعرة المقاومة للصقيع هذه الحشرات تعيش في خطوط عرض القطب الشمالي لكندا وجرينلاندا حيث درجات الحرارة تحت الصفر معظم أيام السنة يستغرق الأمر حوالي سبع سنوات لليراقات المشعرة للتحول إلى فراش لذلك فإنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على التحمل البرد لتنفيذ عمليات التحول في نهاية المطاف إلى بالغة معظم الوقت يقضونه في ظروف قاسية لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى التحرك للتحرك والأكل يحتاجون إلى درجة حرارة 15 درجة مئوية كحد أدنى لذلك فإن معظم حياتهم يقضونها في السبات وطوال حياتهم تلك اليراقات تتجمد وتذوب سبع مرات على الأقل خلال الشتاء يختبئون غالبا بين الشقوق الصخرية حيث يكونون في أمانة يسمح الشعر أيضا لليراقات بالاحتفاظ بالحرارة التي تتلقاها من أشعة الشمس يمكن لهذه اليراقات أيضا أن تطلق مواد واقية من البرودة والمواد التي تحميها من الأثار الضارة من خلال التجمد في الدم والأنسجة وبالتالي يمكن لليراقات المشعرات المقاومة للصقيع تحمل درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى سالب 70 درجة مئوية شكرا لكم إلى اللقاء إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم